ومن جهته جدد جلالة الملك عبدالله الثاني التأكيد على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان وتكثيف جهود التوصل إلى تهديئة شاملة في المنطقة ودع جلالته المجتمع الدولي لتنسيق استجابة فورية للكارثة الإنسانية في قطاع غزة جاء ذلك لدى مشاركته في أعمال قمة دول جنوب أوروبا بمدينة بافوس القبرسية وبين جلالة الملك في جلسة ركزت على الوضع بالشرق الأوسط بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد أن مضاعفة المساعدات الإغاثية وطبية وضمان وصولها لكل مناطق القطاع أمر أساسي لإنقاذ حياة المدنيين الأبرياء وحذر جلالته من الانتهاكات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس مؤكدا على أنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين